اشتركوا في القناة ان شاء الله هو كرسة بسيط جدا جدا وهنمشي معاه خطوة بخطوة ونشوف الاهداف الموجودة في الكتاب وازاي هنتعامل معها وايه اللي هنعرف اللي موجود في الكتاب والخطوات واحدة واحدة كده ان شاء الله وايه اللي هنستفيد منه من خلال العرض اللي احنا هنشوفه قدام بعض ده ان شاء الله وحاجة سهلة جدا جدا السنة دي ملكش منها خالص ونقول بسم الله توكلنا على الله هنبص معنا على الشاشة كده ان شاء الله بنقول أهلا بكم في العام الدرس الجديد 2021-2022 سنستعرض ونرى الكرس الجديد بتاعنا اسم الكرس إيه بقى؟ الكرس بتاعنا السنة دي اسمه الإنجليزية للصف الأول من التعليم التجاري الأول من المدارس التجارية سنة أولى السنة دي هنشوف ونستعرض أهداف الكتاب نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم كده نشوف ايه اللي موجود معانا هنا دلوقتي مقدمة بسيطة كده هنشوف كده مع بعض الإنجليزية للتعليم التجاري المدارس التجارية منه بقى is an English language course that specially written for commercial secondary schools in Egypt ده كرس معمول خصيصا لطلبة التعليم التجاري في مصر ده الكرس ده معمول خصيصا ومؤسس خصيصا لطلبة التعليم التجاري في مصر مخصوص بنجي بعد كده نشوف ايه The course progresses from elementary level of English at the beginning of book 1 الكرس ده بيمشي واحدة واحدة كده مستوى بسيط مستوى هادي كده بداي جدا 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 من الكتاب الأول تمام To a good school living grade by the end of book 3 بيتدرج معانا من كتاب واحد وكتاب اثنين حتى ما نوصل الى المرحلة التالتة كتاب التالت اللي هو صف الثالث اللي هو الديبلوب ان شاء الله The books also introduce students to the world of commerce الكتب دي التلاتة اللي هو book 1 book 2 and book 3 التلات كتب دول بيجهزوا الطالب وبيجهزوه الى عالم التجارة بيجهزوه على اساس انه هو يدولي شوات مصطلحات يدولي شوات افكار يعرفوه اي اللي ممكن يحصل واي اللي ممكن يشتغل في العالم التجاري من خلال حاجات احنا هنتكلم معها واحدة واحدة بالنسبة لاهداف الكتاب نشوف كده مع بعض Aims and methods الاهداف الموجودة معانا هنتكلم فيها وهنشوف نقول The course aims to review and consolidate the language and skills learned at previous levels and to equip students for their future for language needs in the following areas الكورس بتاعنا هدفه الاساسي انه يراجع يدرب يعلم الطلبة اللغة والمهارات على اساس في previous level في مستويات سابقة وكمان يجهز الطلبة ويعدهم الى المستقبل اللي جاي باحتياجات اللغة في الحقول او المجالات الاتية يعني في مجالات الكورس ده بيدف ليها هنشوف ايه المجالات اللي ممكن الكورس ساعدنا ويهدف ويقول اهداف ويقول النقاط بتاعته جرامات الكورس اه يعني فيه قواعد وفيه جرامر موجودة عندنا اه فيه قواعد وفيه جرامر هل القواعد وجرامر موجودة صعبة او سعلة لا القواعد والجرامر حاجة بسيطة بيدائية كده بسيطة شوية بتمشي مع مستوى الطلبة انها بيتجهزوا يعني الكورس ده بيهدف انه يعلم الطلبة بتاعتنا ويراجع لهم ويراجع فهم الطلبة الى اساسيات الجرامر الموجودة والقواعد الموجودة اه من الانجليزي وكمان عشان يزيد مقدرتهم يزيد مقدرتهم وقدرتهم في استخدام القواعد الموجودة دي بدقة وبطلاقة وبطريقة جيدة على اساس يقدر تعامل فيها في قواعد communication في يتكلم مع الناس ويكون جمل بسيطة ويزاي يشتغل وهكذا الوظائف التفاعلية بتاعت الناس بيقول اباة يعني الكورس بتاعنا بيهدف ان يعمل اباة يعلم الطلبة بتاعتنا لذلك بتعلم لغات تفاعلية لغات المحثات تمام؟ يعني بيعرف الطلبة المعاملات الحياتية من خلال نصوص معينة واختلاطات ومشاركات ازاي يحيي شخصه قدامه ازاي يبين رأيه يضي رأيه يوصل رأيه للناس وازاي يودي يوري او يعرف الناس اهتماماته ويخلي الناس تفهم ايه المتواجد امامه وهكذا بالنسبة للأفكار دي وبنفس الطريقة ونفس المنهج الموجود قدامنا الكلمات نجي نشوفه اصلا هنا يهتم بالكلمات بتاعتنا ونشوف الكلمات بتاعتنا هيقول فيها ايه ستودينتس ار توت جينرال فوكابلري اند بيزك كوميرشيال فوكابلري ريليفانت اول برانشيز اوف كوميرس يعني كل المصطلحات اللي احنا هنتعلمها كل المصطلحات اللي احنا هنتعلمها مش مصطلحات في اي مجال لا ده مصطلحات في مجال معين تعمل ايه المصطلحات دي بقى مصطلحات اساسية تجارية متعلقة ومرتبطة بكل فروع التجارة متعلقة ومرتبطة بكل فروع التجارة او المجال التجاري اللي احنا بنقاهلك وبنعدك وبنجهزك ليه language skills اه المهارات المهارات اللغوية بتاعتنا طبعا احنا عندنا المهارات اللغوية لازم لازم نعرفها خاصة في اللغة الإنجليزية listening الاستماع لازم نكون بنستمع كويس عشان بعد كده نقدر نعمل ايه speaking يبقى نسمع عشان نقدر نتكلم اوكي وبعد كده بعد ما تكلمنا نبص بعينينا عشان نعمل عملية reading يبقى سمعنا تحدثنا تمام يبقى بعد كده عايزين ايه نقرأ tab سمعنا تحدثنا قرأنا المهارة الرابعة اللي احنا محتاجنا في اللغة الإنجليزية الكتابة writing يبقى اهم اربعة مهارات عندنا لازم يكونوا متواجدين عندنا عشان نقدر نمارس اللغة صح عشان نقدر نتعلم صح listening كويسة اسمع بها كويس speaking اقدر اتحدث اللي اسمعته بنفس الطريقة بنفس الطريقة بنفس اللغة لكن على قد ما اقدر reading احاول اقرأ ولازم اقرأ الكلام اللي مكتوب قدامي اللي انا اسمعته تمام ولا انا اتحدثته writing وابدأ اكتب الكلام ده بنيجي بعد كده بيقول ايه بقى the course aims to equip students بيجاهز الطلبة الكورس بتاعنا ده بيجاهز الطلبة with all for the language skills في الاربع مهارات بتوع اللغة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هما listening speaking reading and writing تمام at a level that will enable them to perform routine tasks at work الوقت بيعلمنا اللغات دي في level معين بيمكن الطلبة عشان يقدم مهارات وحاجات يوميا روتينية على طول يوميا نفس الشيء بيتكرر يوم على طول مهام في العمل بتاعهم and to take part in ويشاركوا فيه بقى social interaction at a commercial context ويشاركوا بقى في جميع المجالات التجارية على قد ما يقدروا طبعا يعني احنا بنجاهزك بكل الحاجات اللي موجودة دي عشان تكون طالب او تكون شخص بعد التخرج مؤهل انك انت تعامل ما في المجالات التجارية نشوف بعد كده commercial skills and commercial knowledge مهارات بقى تجارية ومهارات معرفية ومعلومات تجارية نشوف المهارات التجارية اهي بقى بيقول هنا commercial skills المهارات التجارية نشوف ايه بقى such as مثلا يعني ما تكون شخص شغال في التجارة في مهارات معينة لازم تعرفها مثل ايه answering the telephone تمام يبقى دي حاجة من المهام الشخص اللي بشتغل في التجارة ممكن receptionist موظف الاستقبال لازم يكون عنده مهارة في الرد على التلفونات مهارة كويسة تمام يعرف رده كويس يعرف استقبل الناس صحي في التلفون يقدر يتعامل معهم صحي في التلفون ما يخسرش عميل and dealing with corresponds dealing with corresponds يعني يتعامل مع المرسلات يعني ايه المرسلات بتاعتنا المرسلات في التجارة عندك لتر عندك ميمو عندك فاكس دي حاجات هنتعلمها ان شاء الله واحدة واحدة مع بعض المقرر عندنا السنة دي نتعامل معه كتابة الخطاب ازاي اكتب خطاب اراسل شركة بتراسل شركة شخص بيراسل شخص تمام التعامل مع الفاكس هنتعامل برضه ازاي نتعامل الفاكس عندك قالت فاكس في مكتب معين بتبعت رسالة من خلال الفاكس لشركة تانية ميمو الميمو عبارة عن رسالة بيكتبها رسالة بسيطة كده بيكتبها مسؤول في المكتب بيحطها على النوتس بورد عنده في المكتب يعني حاجة داخلية امر داخلي بيكون موجه لشخص معين او رسالة لاشخاص معينة حاجة بسيطة تفعل في خلال يوم او اثنين على حسب ما هو مطلوب معنا بعد كرسبانس المعرفة التجارية هنا بقولي ابقى المعرفة التجارية برضو مطورة بطريقة ما من خلال الكورس بتاعنا الطالب طول ما هو شغال بيتعلم ايه اسماء المستندات الموجودة معنا مستندات دوكيمت زي مثلا مستند فاكس مستند لتر فاطورة حاجات من هذا القبيل هو بيكون مجبر ان هو يشوفها داخل الحياة التجارية اللي بيشتغلها The uses of computers and office equipment استخدامات الحسب الآلي استخدامات الكمبيوتر بتعلم من خلالها برضو نفس الكلام ازاي يكتب ازاي يتعامل مع الكمبيوتر في استخداماته وحقته وطرقه وكلام ده office equipment اللي هي بنقول المعدات المكتبية ايه هي المعدات المكتبية اللي موجودة عندنا الحاجات دي حاجات اساسية بتكون موجودة في المكتب ولازم نتعامل معهم and aspects of economic and commerce such as insurance accounting exporting and banking وبرضو في نفس الوقت احنا بنضرب الطالب من خلال الكورس بتاعنا لبعض الحياة بعض المهام وبعض الامور الامور الايه economics اقتصادية and commerce وتجارية زي ايه بقى insurance التأمين بنعرفه ازاي قواعد التأمين وفي نشأة التأمين امتا واتعامل التأمين ازاي وازاي مين اللي بيقوم بالتأمين في حاجة اسمها سمصار تأمين وفي حاجة اسمها الشخص اللي بيقوم بالتأمين نفسه وهكذا accounting الحسابات من خلاله برضو بنعلم الطالب ازاي يعمل عمليات ضرب عمليات طرح عمليات اسمها عمليات جمع تمام من خلال حاجات بسيطة تدريجية كده واحدة واحدة لما يتعلم يقدر يشوف الكلام ده كله exporting التصدير والاستراد كذلك برضو من خلال المجالات برضو بنعرف الاستراد يعني ايه تصدير يعني ايه وهكذا accounting والمعاملات التجارية معاملات التجارية اللي يقدر نتعلم عليها مثلا statement الحسابات between anyone and the client and the bank الحسابات او الحاجات الحسابية الكاش في الحساب ما بين العميل وما بين البنك وهكذا بعد كده scope and sequence نشوف الكتاب بتاعنا بيكون فيه ايه الكتاب بتاعنا فيه شوات حاجات حلوة وجميلة كده معانا هنمشي معاها واحدة واحدة ونشوف ايه اللي موجود فيها نمرة واحد اول حاجة بنشوفها unit title الكلام ده موجود عندنا في الكتاب بتاعنا وهوريكم الصفحة اللي هي الخاصة بالكتاب بتاعنا اللي فيها اللي موجود فيها unit title بتاعنا هي صفحة موجودة جميلة تمام الصفحة دي موجود فيها وحدة رقم الوحدة Print وبعد كده بنشوف بعد رقم الوحدة polynomial عموانها هنلاقي ايه topic العنوان بتاع الوحدة معانا يعني رقم الوحدة بتاعاتنا اللي ايه موجود وبعدين هنلاقي الطبك فينا الطبك بتاعنا الموضوع اللي الوحدة بتشتغل فيه الموضوع الوحدة بتحكي عن ايه النهاردة الوحدة بتحكي عن ايه النهاردة يعني أنا قدامي دلوقتي الكتاب بتاعنا بيقول إن الوحدة الأولى الطبق بتاعها The staff of an international company in Egypt English at Work ده عنوانها بيتكلم عن الصف أو هيئة العمل في شركة أجنبية بيقول الشركة دي بتعمل في مصر ده الطبق أو الحوار أو العنوان اللي هتقوم عليه الوحدة مثلا الأولى نيجي نشوف الوحدة التانية Language functions الوظائف اللغوية لكلام اللي عندنا طب الوحدة الأولى بتحتوى على إيه الوحدة الأولى فهي Greetings introducing identifying people Describing mathematical calculations Checking spelling names and titles الوحدة الأولى اللي احنا شفنا اللي فيها بعض التحيات تقديم الناس لبعض التعرف على الناس أو تعريف الناس Describing mathematical calculations وصف لبعض العاملات الحسابية البسيطة Checking spelling names and titles وكمان اختبار الفحص اللي بتاعنا والأسماء والتايتلز اللي هي الألقاب يعني بعد ال language functions هنيجي نشوف نلاقي ال vocabulary الكلمات موضوع الكلمات اللي عندنا بيقول personal data يعني معلومات شخصية عن شخص ما numbers أرقام الأرقام عندنا في الوحدة الأولى from zero to fifty من صفر إلى خمسين full numbers أرقام تلفونات languages بعض اللغويات simple mathematical operations بعض العمليات الحسابية البسيطة طب نيجي بعد كده هنشوف grammar grammar والقواعد اللي معانا في الوحدة الأولى present tense of be verb to be questions and answers أسئلة وأجوبة يبقى معنا كده هنتضرب في الوحدة الأولى بتاعتنا على verb to be اللي هو قام وإز وار ووز وبر على حسب ما هيجي لنا مضارعة ومضارعة وماضعة وكده تمام وإزاي نستخدم verb to be في العمليات نعمل جمل بي وإزاي نكون أسئلة بي بعد كده بنشوف عندنا new skills new skills بعض المهارات الجديدة بعض المهارات الجديدة المهارات الجديدة عندنا writing a short paragraph نكتب short paragraph عن مين لو جينا نكتب short paragraph هنكتب short paragraph ممكن عن نفسك عن صديقات عن أحد أفراد العيلة على حسب scanning rows and columns in tables هنتعرف على بعض الحاجات الموجودة في العنوين اللي موجودة في بعض الصفوف الأعمدة الموجودة معنا ordering alphabetical هنقوم بترتيب بعض الحروف بعض الكلمات الترتيب أب جدي listening for information وبعد كده هنسمع أو نتعلم بعض المعلومات اللي احنا هناخدها وهكذا scope and sequence ده بيبين لنا محتويات الكتاب أو محتويات الوحدة محتويات الوحدة ولو الكاميرا هنا موجودة بيكون فيها بالشكل ده بتكون موجودة عندنا بالشكل ده بتتمشي بالترتيب مع الحاجة بتاعتنا وبينشوف معها ايه اللي موجود في الوحدة بتاعتنا نيجي بعد كده هنلاقي الكتاب بتاعنا في محتوى ده المحتوى هنا هيكون عبارة عن الترمي الأول بتاعنا الترمي الأول بتاعنا هيكون عبارة عن إيه بقى؟ هيكون عبارة عن الكتاب بتاعنا أساسا محتوى 18 وحدة محتوى الكتاب بتاعنا 18 وحدة التمنتاشر وحدة بتوعنا متقسمين تسعة ترم أول وبعدين تسعة ترم تاني متقسمين تسعة ترم أول وبعدين تسعة ترم تاني ونيجي بعد التمنتاشر وحدة دول أما نشوفهم هنلاقي كل تلات وحدات زي ما احنا شايفين كده على الشاشة يونت 1 People and Languages هنتعلم ده اللي احنا قلناها مع بعض بعد كده يونت 2 Foreign Visitors هتحكي عن بعض الزوار الجدد الأجانب اللي بيزوروا المكتب بتاعنا في شغلنا بالنسبة لك أننا بعتبر نفسي موجود داخل الشركة يعني وبنتكلم وبنحكي مع بعض الأشياء اللي موجودة في العمل بتاعنا وبنزي نتعرف على بعض وزي بنقدم بعض وكذا يونت 3 A new camera A new camera زائر جديد واحد جالنا في يونت 3 واحد جالنا بنتعلم من خلاله إزاي نقدم الضفة الجديدة لنا إزاي بنتعامل معاه إزاي بنخصص له مكان يقعد فيه وهكذا على حسب ما موجود بعد الوحدة الأولى والتانية والتالتة يعني After three units After three units بعد الثلاث وحدات دول بيجي لنا revision بيجي لنا مراجعة على الثلاث ايه؟ وحدات والمراجعة اللي على الثلاث وحدات دي بتقوم بمراجعة كل شيء موجود إحنا معنا في الكتاب بتاعنا سينتوبوك ومعنا ويرك بوك كتابين موجودين معنا موجودين بالشكل ده معنا سينتوبوك وفيه ويرك بوك الكتابين إحنا بنستعملهم الكتابين إحنا بنستعملهم وبنتعامل معهم على قد ما بنقدر وبنشوف فيهم محتوياتهم إيه؟ تمام؟ السينتوبوك مكون من ثلاث دروس السينتوبوك بتاعنا مكون من ثلاث دروس الدرس الأول فيه الدرس الأول فيه عبارة عن صفحة نقصات بعض بيحتوي الدرس الأول على reading بنقرأ وفيه reading دي فيه pre-questions sometimes فيه أحيانا أسئلة قبل تمام؟ وفيه after questions بعد كده أسئلة بعدين على reading بتاعتنا وبنقدر نتعامل معها وكذا الجزء الثاني من الدرس الأول listening دائما على طول الجزء الثاني من الدرس الأول listening وبنعلمنا برضو حاجة موجودة في الدرس الأول كذلك نيجي نشوف الدرس الثاني تمام؟ يبقى الدرس الأول صفحتين فقط في الكتاب عندنا بنتعامل معهم من خلال reading و listening وأي حاجة إضافية تانية بنتعلمها من خلال الدرس الأول ماشي بنجي بالأل الدرس الثاني language focus بتعلمنا الدرس الثاني 90% منه بيكون grammar بيكون grammar بيعلمنا بعض القواعد فيه وبيدينا تدريبات وفي نفس الوقت صفحة من الدرس الثاني تمام؟ مقابل أول صفحة في الworkbook على طول أول صفحة بنشتغل فيها في الدرس الثاني على طول يعني الدرس الأول و ذاوة workbook الدرس الأول و ذاوة workbook بدون كتاب الworkbook بتاعنا أما الدرس الثاني بيبتدي صفحة من هنا و صفحة من الworkbook اللي اتنين قصد بعد بعد كده الدرس الثالث commercial skills بعض المهارات اللي موجودة التجارية عندنا اللي بعرفها اسم الشركة أسماء الأشخاص الألقاب الكاني الماني على حسب على حسب ما يحتوي الدرس على حسب ما يحتوي الدرس وبيعرفنا بعض الحاجات اللي موجودة جوا ده اللي هو الشكل الشكل الثالث حاجات اللي بالنسبة لمن الدرس الأول والتاني والتالت نيجي نشوف بقى الworkbook بالديني نفس زي ما قلنا صفحة فيها برضو exercise for students يقدر يتعامل بها تمام وبعد ما يتعامل فيها الصفحة الثانية مع الدرس الصفحة الأولى مع الدرس الثاني الصفحة الثانية مع الدرس الثالث الصفحة الثانية مع الدرس الثالث وبنعرف الصفحة اللي موجودة فيها الدرس إذا كان فيه workbook ولا لا بيكون موجود أسفل يمين الصفحة يعني ده this is unit 1 listen 2 unit 1 listen 2 لو أنا بصت هنا هلاقي في هنا يقول لي workbook 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 go to workbook page 2 أروح workbook الصفحة الثانية أوكي تبدأ الدرس الثالث هنا الدرس الثالث نفس الكلام عليه من تحت go to workbook page 3 go to workbook page 3 تمام أنا خلصت الوحدة الأولى وخلصت الوحدة الثانية وخلصت الوحدة الثالثة ثلاث وحدات خلصتهم نخش بقى الوحدة الرابعة قال لك لأ خلصت الأولى والتانية والتالتة في ريفيجن خلصنا الأولى والتانية والتالتة في ريفيجن يعني ايه ريفيجن؟ مراجعة أراجع على ايه؟ نراجع على كل شيء أخذناه في الأولى وفي التانية وفي التالتة احنا أخذنا ايه في الأولى والتانية والتالتة؟ خذنا vocabulary خذنا grammar خذنا communication skills خذنا commercial skills خذنا حاجات زي كده والمطلوب مني المطلوب مني أراجع على كل الكلام ده أراجع على كل الكلام ده من خلال وحدة ريفيجن اللي هي بعد كل ثلاث وحدات بعد كل ثلاث وحدات وهنستعرض دلوقتي الشكل الثلاث وحدات ازاي؟ على طول يعني احنا بنبص معنا كده 1-2-3 1-2-3 ريفيجن 1 1-2-3 ريفيجن 1 هنا 4-5-6 4-5-6 تمام نيجي نشوف بعد كده ريفيجن 2 ريفيجن 2 يبقى معنا كده كل ثلاث وحدات في معناهم راجعة نشوف بعد كده ها يونت 7 8 9 10 لا ريفيجن 3 يبقى معنا كده كل ثلاث وحدات معايا وحدة ريفيجن بتراجع على كل الكلام اللي انا اشتغلته بتراجع على كل الكلام اللي انا اشتغلته تمام وبعد كده بعد كده بيقول لي ان الرفيجنز بتاعتك دي موجودة عندك هنا تمام بتقاهلك وبتخليك تراجع كل شيء انت خدته طيب نيجي بقى مثلا في ريفيجن 1 عفوا ريفيجن 1 بادئ معايا بالفانكشن لانجلوش اه اختبارات لغوية بيشوفوا المهارات اللغوية بتاعتي بيديني دايالوج اتضرب عليه ممكن يديني سيتوويشنز اتضرب عليها والسيتوويشنز دي بستخدمها في الديالوج عادي مفيش مشاكل وبعد كده بيديني او فكاب او اي شغل عادي بيرجيع لكل جزئية انا اشتغلتها في 3 previous units يبقى any 3 previous units has one unit revision has one unit revision كل 3 وحدات لهم واحدة مراجعة بتقوم بمراجعة كل شيء تم بتقوم بمراجعة كل شيء تم تم درسته عندك وانت شايفه وانت مجهزه وهكذا اه نيجي في المراجعة بتاعتنا هنلاقي دايما الامتحانات بتاعتنا ما بتخرجش من كتاب المدرسة لان هي بتأهلك لكل شيء انت بتحتاجه في حياتك واحنا بنأهلك واحنا بنختبرك في اللي انت درسته فمش معقولة انت درست حاجة تمام واحنا هنأهلك لحاجة تانية اكيد طبعا بعد كده في الكتاب يبقى ايه function فيه اختبرات على الفوكابدر نمبر بي فيه فيه كويزات موجودة حتى انا درست ايه اه انا درست الفلوس ودرست بعض اللي امت حسابية فبيدربنا عليها ازاي انت الفلوس ازاي يتكلم ازاي يجمع ازاي يعمل الكلام ده كله وبعدين بعدين حضرتك خدت فوكابدري خدت 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 اي حاجة اه انا بديك على كلام ده كله ده بالنسبة للكلام الموجود بالنسبة لريفيجين وان في الاستودونت بوك يباستونت بوك بتاعنا احنا درستنا فيه حاجات خلاص اه طب هل كده خلاص قالك لأ انت خدت ريفيجين بتاعتك في الورك بوك بتاعك اه بنيجي نشوف بقى ايه اللي ممكن يكون انت درسته مثلا في الورك بوك سواء في الوحدة الاولى او التانية او التالتة اللي درسناها درسناها بنيجي نشوف برضو بيعلمني انت في الوحدة الاولى خط التائتلز اه طب انا هراجعك في الورك بوك بتاعك هعلمك ازاي تتعامل مع التائتلز ازاي تتعامل مع الالقاب مع 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 اشتغلت في النامبرز from zero to fifty اه يبقى هعرفك ازاي تكتب هخليك اعمل 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 كوز صغير اختبر اختبر بسيط هل تعلمت الارقام ولا لا طب احنا اخذنا اي بي سي تمام واخذنا اللي هو وععدنا ترتيب بين خلال اي بي سي اللي هو الترتيب الابجاد بتاعنا تمام هعلمك برضو كذا اه حسابية بارقام والمقابل لها تعمل مع جملة وهكذا طيب وممكن استأذنك كده تروح كتيب لي اربع جمل خمس جمل كده عن نفسك عن شخص من العيلة انا هدك مثال وانت تحول المثال ده عن شخص تاني عن نفسك عن اي شخص سيما انت عايز ده بالنسبة الوحدة الاولى نجي بقى نشوف الريفيجن يونت الريفيجن يونت عندنا بالنسبة الريفيجن يونت وان على الثلاث وحدات الاولانيين الريفيجن يونت وان فيها لانجوش فانكنز برضو زي ما كان وفيها عند الفوكابري وفي جرامر وفي ريدين كومبرهنشن ريدين كومبرهنشن اه عشان تتعامل مع الامتحان بتاعك بالظبط يعني كل شيء هتدرسه بالكتاب كل ايتم هتدرسه بالكتاب هتلاقي مقابل في الامتحان بتاعك واحنا هنستعرض كده شفهيا كده ان شاء الله ايه الكتاب الامتحان بتاعنا بيكون ازاي في الوركبوك بتاعنا في ريفيجن وان فيه موجودة عندنا لانجوش فانكشن سيتووشن بنستخدمها داخل الديالوجز داخل ايه الديالوجز تمام بيعرفني ازاي انت بتكتب قواعد الجرامر بتاعتك بتكتبها بتعمل ريراية تعمل حاجة على رغم ده بدربنا عليها احنا خدنا كلمات معينة اه هستخدم هخليك تستخدم الذاكرة بتاعتك انك انت تجيب لكلمات من الذاكرة انك انت تشتغل وتجيبها لي على سينك انت ذكرت انت قرأت انت درست انت حفزت كذلك فيه حاجة خاصة بالجرامر موجودة وفيه ريدن كومبرهنشن ريدن قطعة ريدن بسيطة بتقراها فيه عندك عليها اسئلة معينة فيه اختيارات متعدد تمام يعني عندنا جمل وعندنا كل جملة اربع اختيارات حضرتك بتقرا القطعة الصوارة اللي معنا وبعدين تجواب لي عليها تمام وبعد كده بعد كده يكون فيه اسئلة بعلامة تفهم تجاوب انت برضو عليها من خلال الكلام ده خالص اي شيء انت درسته في الثلاث وحدات الصبق اللي الوحدة للوحدة المراجعة انت بتطلب منك انك انت تجاوب على اي اسئلة متعلقة بيها طب اتكلمنا عن اتكلمنا اتكلمنا عن فق و تحت up and down left and right straight at the back next to in front of beside clause كل الكلام ده كله مطلوب منك المحادثة موجود مطلوب منك انك تعرف الكلام ده كله وتحله باي شكل من الاشكال بتاعتنا اوكي الرايتنج عندنا بقى هنا الرايتنج هنا اه انت درست كتبت عن شخص عندك في الوحدة الاولى او التانية او التالتة تمام كل تالت وحدات في باراجراف معين لازم نركز عليه لان البراجراف بتاعنا ده البراجراف بتاعنا ده احنا بنتعامل معه من خلال الكتاب ومن خلال ما تم درسته فيما سبق وفيما سبق ده وكل ما سبق تأهيل انك انت تقدر تتعامل مع البراجراف الموجود معنا تمام كده تمام يعني مثلا عندنا في رايتنج رايت اشورت باراجراف ابوت مستر علي شريف يوز ذي سبق وان فروم يونت وان ان ذا سينت بوك يعني بطلب منك بكل بساطة ارجع لسينت بوك بتاعك يونت وان وشوف المعلومات الموجودة عن مستر علي شريف واتتب بيانات عنه اكتب بيانات ازاي من دماغ مثلا لأ البيانات عندك موجودة تمام وفي عندك موجود اسئلة محددة داخل الكتاب بتاعك الويرك بوك بتاعك وسيادتك مطلوب منك انك انت تجاوب على اسئلة دي نجاوب على اسئلة دي بتاعتنا من اجابات كاملة عشان تعمل جلمة متتبعة ورا بعض تحت العنوان اللي اطلب منك كل ما عليك تجاوب على الاسئلة الموجودة من خلال يونت وانت كده تكون عملت براجراف عن مستر علي الشريف هو كل البراجراف هتكون عندي بنفس الشكل لا مش كل البراجراف وانت ومش كل العنوان كل الحاجة هتكون بقى انت متاح لك انك انت تفتح الكتاب وتقرأ فيه في الامتحان الوضع يختلف في الامتحان انت درست المعلومة موجودة في ذهنك فانت بتكتب من ذهنك بتكتب من تفكيرك على اساس انك انت درست كلام بكله تمام طب هو كلمات استرشادية يعني we give you few words to make a sentence and slash and then some words some words some words بندك تلت تلت كلمات تكون منهم جملة وبعدين مجموعة تانية تلت كلمات تكون منهم جملة يبقى وهكذا 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 يبقى انت كده تلت اربع خمس جملة اللي حسب ما هم مطلوب منك تجواب يعني احنا عندنا نشوف هنا جنسية which company does he work for and where بشتغل لمين وفين what is his what is what is his job وظفته اوكي what is his job وظفته بعد كده how many languages does he speak how many languages does he speak العدد اللغات اللي بتحدثها what are they هم ايه who is his secretary السكرترا بتاعه يبقى احنا عندنا عدد معامل لسئلة one two three four five six six sentences يبقى احنا كده هنضطر نكتب six sentences عن كل براجراف موجود عندنا مش بقى six sentences بقى نحط مثلا I am a teacher I am a student he is my brother يبقى كده جمل لا ناخد المعلومة بالكامل ونكتبها على حسب ما هي موجودة عندنا بعد كده في الورك بوك بتاعنا برضو بيكون شيء موجود اه انت خدت حاجة عن الاصطف بتاعك اه ومعلومات والاسم وكلام ده هنضربك عليها برضو من خلال الحاجات الموجودة عندنا اوكي اه بعد كده في نهاية في نهاية كل ريفيجين يونت في اه تراجمها بيكون موجودة عندنا ترجمة جملتين عربي ده بالنسبة للي موجودة عندنا في الورك بوك تمام جملتين انجليزين ترجمهم عربي وجملة عربي لترجمها انجليزي احنا بنجيبش حاجة من برا احنا بنعمل مكس من جميع الكلمات والحاجات اللي موجودة عندك في الكتاب وحضرتك تترجمها معنا بالزب يعني مثلا من الجمل الترجمة هو بريطاني ولغة الثانية العربية ضع لوحة الاعلانات على الحائط اعلى المنددة من فضلك اخبرني كم الساعة الان جمل بسيطة خالص جمل اتخذتها في اعدادي الكورس بتاعنا بدأ ببساطة بسلاسة بكل حاجة بسيطة وسهلة جدا يبقى معنا كده الكورس بتاعنا بيحتوي على عنوين ومواضيع متعلقة بالتجارة بيؤهلك ازاي تتعامل مع العالم الخارجي للتجارة ده لو انت هتميت فعلا بالمنهج المنهج حيلو جدا ويناسب 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 الطلبة بتاعتنا اللي هما طلبة التعليم التجاري هو مشارط اولى ما انت بتطلع تانية بيكبر معك شوية بتطلع تالتة بيؤهلك تماما الى العالم الخارجي للتعليم التجاري تمام نيجي بقى نبص بص صغيرة كده نتكلم كلمتان كده بوساط على الحاجات اللي موجودة داخل الكتاب بتاعنا او ايه اللي ممكن يقابلنا في الكتاب احنا قلنا الكورسبانس اللي هي المرسلات هنفسر المرسلات دي بكل بساطة كده مع بعض وده وده حاجة مهمة جدا المرسلات لان هي سؤال كامل زيها زي الرايتنج بالضبط يعني الرايتنج البراجراف بتاعي احنا عندنا كم برااجراف كم طوبك عندنا في الكتاب نهتم بهم جدا 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 ليه لان الطوبكس دي 90% منها هي اللي بيجلنا في الامتحانات تمام وبيجلنا طوبكس تانية موجودة من خلال المواضيع الداخلية للكتاب بتاعنا اوكي طيب يعني بنجي نقول ايه بقى الطوبكس اللي موجود الحاجات اللي هي الرايتنج اللي موجودة معنا اللي هي الكوريسبانس اللي موجودة معنا احنا قلنا الميمو الفاكس الرايتنج الليتر تمام التلاتة الرايتنج ممكن أن نصل لنا واحدة منهم في الامتحان الرسالة بسيطة من شركة إلى شركة من شركة إلى شركة من شركة إلى شركة من شركة إلى شخص عادي لكنها رسمية يعني لا يوجد أخبار والأهرام فورمال ما فيش هاوريو بقى هنا يبقى حاجات كده نخش رسميا مع الناس ونتكلم حاجة بحاجة كده إن شاء الله معها بنكتب اللتر بتاعنا فيه عناوين بتكتب وفيه معلومات كاملة عن شخص على اليمين بيكون عنوان شركة وعنوان المرسل على الشمال بنكتب معلومات كاملة عن الشخص القارئ أو المرسل إليه بنكتب تاريخ على اليمين دير سير أو دير الاسم اللي موجود عندنا حسب ما يجلنا بنخش في الموضوع جملة خاتمة وبسيطة بنكتبها ونختم خطابنا وبنشتغل مع بعض بعد كده الفاكس قالت الفاكس بنستخدمها نبعت فاكس الفاكس ده عبارة عن ورقة مكتوبة نضرب رقم معين تروح للشخص المقصود به الفاكس يوصلوا في نفس اللحظة يوصلوا في نفس اللحظة اللحن بعتين فاكس رسالة من شركة لشخص من شركة لشركة حاجة برضو رسمية بيطلب منها شيء معين شيء بسيط نفس الكلام الميمو رسالة من مسؤول لموظف تحت ايده الميمو رسالة من مسؤول لموظف تحت ايده تمام الرسالة دي بتقول له بتبلغه ينفس مهمة بسيطة مش اكتر من كده مهمة بسيطة يخلصها فوقت ومحدد في عامل على حسب ما بتسأل وبتطلب منها بيكون فا من نفس الى ديت التاريخ او ري الي هو موضوعنا وبعدين نخلص في الموضوع otteيمة من غير خاطئ ممكن نقول ثانكي او ثانكس في الاكرة مفيش مشكلة نيجي بعد كده التالت حاجات دول تمام زي ما احنا شوفنا او زي احنا شايفين انا كتبت الغطر الواحدة التاسعة وقفت زي ما احنا شايفين على الشاشة دي نهاية الترم الاول دي نهاية الترم الاول نشوف الترم التاني بتاعنا ها عشرة 11 12 ريفيجين 4 تمام 13 14 15 ريفيجين 5 نفس الكلام في الترم التاني كل ثلاث وحدات عليهم وحدة مراجعة طيب نشوف بعد كده 16 17 ريفيجين 6 يبقى احنا كده عندنا كل ثلاث وحدات تمام وحدة مراجعة يبقى من واحد لتسعة ترم اول from 1 to 9 first term اوكي وبعد كده from 10 to 18 second term ومن عشرة لتمنتاشر الترم التاني وكل ثلاث وحدات فيهم وحدة مراجعة وكل طبق مختلف عن التاني كل عنوان كل موضوع مختلف عن التاني كل طبق عندنا بيدينا معلومة بيزود لنا حاجة بيضيف لنا حاجة قبل اللي فاتت والريفيجين يونت بتخلينا تقول اه انت ذكرت اه انت ريت كويس انت ترست كويس تعال بقى في ريفيجين يونت هنشوف مقدرتك ايه اللي حصل فيها وهكذا طيب شكل الامتحان بتاعنا شفاهيا كده بكل بساطة شكل الامتحان بتاعنا سهل وبسيط الامتحان بتاعنا فيه سبع جزئيات مهمين جدا جدا اه انا هستعرضهم معكم شفاهيا بس يعني اول جزئية احنا معانا عشر اسئلة كل نقطة عشر جمل كل جملة باربع اختيارات كل جملة باربع اختيارات ويه بنختار منهم يبقى احنا كده معانا عشر جمل باربع اختيارات في سؤال ايه الاول السؤال التاني الديالوج محادسة محادسة ما بين شخصين محادسة ما بين شخصين الشخص اللي بيتكلم تمام والتاني بيرد عليه احنا بنقرأ المحادسة نفسية كلها من الاول خالص قبل ما نجاوب وبعدين نشوف الشخص الاول بيقول جملة او بيجاوب او بيسأل سؤال او هكذا احنا بلاقي المطلوب مننا يقيمة سؤال على اجابة او اجابة على سؤال بس بيكون عندنا ثلاث فراغات موجودين المفروض نكمل الثلاث فراغات دول نيجي بعد كده فيه reading comprehension القطع زي ما احنا قلنا القطع كانت موجودة عندنا في الworkbook برضو هنلاقي عندنا قطع في الامتحان القطع عليها choose the correct answer نجاوب نختار الاجابة الصحيحة من اربع اختيارات عندنا اربع اسئلة تمام واربع اختيارات الاربع اسئلة دول احنا بنقرأ بنشوفهم تمام وبنجاوب من الاربع اختيارات بتاعتها وبنرجع التاني two question word questions سؤالين مبدوئين بكلمة استفهان بنجاوب عليهم كل ده من خلال القطع القطع تايما على طول معظم اسئلتها واضحة في معادة سؤال او اتنين ده لازم يكون فيه عشان نقدر نميز ما بين الطالب اللي بذاكر الطالب اللي بيكتهد والطالب الكسول شوي السؤال الرابع السؤال الرابع عندنا هنلاقي فيه سبع اختيارات موجودين عندنا فوق في الان ست جمل مع سبع كلمات يبقى فيه عندنا كلمة زيادة هنقرأ الكلمات كويس ونقرأ الجمل كويس تمام وبعد كده هنقدر نتعامل مع الجملة الجمل بتاعتنا ونحل فيها زي ما احنا عايزين اوكي اه بعد كده هيكون معانا اه write a paragraph وwrite a paragraph هنا you will have two paragraphs you will have two paragraphs عندنا paragraphين you will choose one هنختار ايه واحد وزي ما قلنا الparagraph بتاعنا الparagraph بتاعنا هيكون من داخل موضوعات كتاب المدرسة يعني يا مستر احنا عندنا ثلاث براجرافات موجودين في الترمي الاول وثلاثة الترمي التاني ومن خلال الوحدات ممكن exercise معينة تصلح ان تكون paragraphs ومن خلال الوحدات تمام يمكن ان تكون exercise معينة ايه تصلح ان تكون paragraphs يعني احنا في revision one شفنا ال writing بتاعنا اللي هو write a sheet about some one نكتب عن شخص اوكي revision two written instruction of using a public telephone استخدام التلفون revision three البراجراف اللي فيها how many days a week do you go to school يعني asking about your school ازاي بتروح المدرسة بتروح معامين وووووكذا طيب دول ثلاثة هل هما دول بس الموجودين لا من ممكن براجراف كتاب المدرسة اقدر استخدمه وخليه اه يبقى هو براجراف عادي وانت ملزم انك انت تحلهولي ازاي اه ممكن عندي how to use a fax machine موجودة how to use اه a printer ازاي تستخدم ال printer موجودة تمام يبقى في الحالات دي انت ممكن تستخدم الحاجات اللي موجودة عندنا وهي موجودة عندك في كتاب المدرسة تمام وانت بتكونها بتستخدمها بشكل عادي بشكل طبيعي بتجواب على اسئلة معينة موجودة يعني كده او كده احنا بنديك guiding words guiding questions يبقى سواء كلمات انت بتكتبها بتستخدمها تعمل منها جمل سواء اسئلة انت بتجاوب عليها in fall بتجاوب عليها اجابات ايه كاملة حتى لو فيه yes no question ماينفعش يعني مسلا اقول لك did you go to school yesterday ماينفعش اقول yes i did النوم من الاجابة في البراجراف بتاعي تقول i went to school yesterday i didn't go to school yesterday because كده ماقولش yes i did no i didn't ماينفعش في البراجراف الاجابات اللي زي كده يبقى ده السؤال الخامس نجه عن السؤال السادس السؤال السادس ده انا قلت قبل كده احنا خدنا تارث حاجات في اتكلمنا عن تارث حاجات في اتكلمنا عن الميمو اتكلمنا عن الفاكس اتكلمنا عن هه اللتر طب في حاجة تانية اه في شيء رابع ايه اللي هو ايه بقى احنا اتكلمنا في باراجراف من البراجرافات about some one عن شخص مصدر شريف يعني ايه حاجة باراجرافي لا احنا هيجينا باراجراف صغير تمام اربع ثلاث سطور او اربع سطور عن شخص او عن حاجة معينة والمطلوب من سيادتك انك تجي والمطلوب من سيادتك انك انت تعمل لنا ايه بقى تجيب معلومات عن الشخص ده تفرغه على حسن ما يقولك الاسم الجنسية التول الوزن العمر الكلام ده بالشكل ده اخر سؤال عندنا في الامتحان بتاعنا هيكون ترجمة تلات جمل ہنترجمهم من انجليز عربي وجملتين عربي نختاروا واحدة بس منهم انجليزي يعني نربع درجات بس تلاتة من انجليز العربي وواحدة من عربي اتنين من عربي انجليزي نحيل لواحدة ده شكل الامتحان وبكده كملمنا بشكل عام عن الكتاب بتاعنا السنة دي وكلمنا بشكل عام بشكل بسيط عن الامتحان وأتمنى من ربنا أن يكون الكورس مفيد لكم وحاجة بسيطة جدا 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 ونلتقى إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته